مباراة مسيرة للجدل للمرة الثانية على التوالي يتدخل الفور بعدما الحكم احتسب رقل الجزاء قاتل للزمالك في ديئة 82 كان ممكن يكسب بيها المباراة ويخلصها تبقى نتيجة 2-1 إلا إن استدعو حكام الفور راح شاف الكورة حقلاغة ضربة الجزاء في صدمة هائلة لجماهير الزمالك ومتابع مباراة طلاقها الجيش والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لتصبح نتيجة 1-1 حتى ديئة 90 حتى الآن